اعتقد ان من لا يقرأ يبقى ناقص المعرفة وناقص المعرفة تبقى رؤيته الى امور الحياة وتصرفه تجاه هذه الامور يشوبهما النقص فيما مضى ربما كانت تجارب الحياة هي وحدها دروس الحياة في هذا العصر لم يعد ذلك يكفي انه عصر معقد وازدادت فيه الامور التي لا يمكن معرفتها الا بالقراءة فاذا كنا نعرف الامور نعرف كيف نتصرف تجاهها تصرفا صحيحا واذا كنا لا نعرفها ففي الغالب لن يكون تصرفنا صحيحا وكيف يمكننا ان نعرف هذه الامور ان لم نقرأ عنها فلنقرأ فلنقرأ قد تصير الحياة اجمل هكذا اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة